لكن الصورة الأبرز مبارح اللي كلنا شفناها وتابعناها على سوشيال ميديا محمد صلاح وقف مع جهاز الفني للمنتخب كابتن حسيم وكابتن إبراهيم موجود والصورة دي انتشرت بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي كل الناس فرحانة بوجود محمد صلاح طبعا اللي موجود فيه معسكر منتخبنا استعدادا للودية القادمة وما فيه شك إن وجود محمد صلاح مع المنتخب إضافة كبيرة يا بسان أكيد يعني إحنا كلنا عارفين ومستنيين انضمام أكيد صلاح للمنتخب وخليني أقول فرحة كبيرة بيعيشها كمان عشاق ريال مدريد حول العالم بعد التتويج الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة الخمستاشر بتاريخه وده بعدما ريال مدريد فاز على بروسيا دورتمونت بنتيجة 2-0 في نهائي بطول الدوري أبطال أوروبا تفاصيل كثيرة قوي عن هذه المباراة وعن انضمام محمد صلاح أكيد للمنتخب الوطني هيكلمنا عنها الناقد الرياضي عمر الخشاب اللي بنوارنا النهاردة في الستوديو صباح الفل عليك صباح الخير عليك صباح الخير عليك صباح الخير عليك سيد المشاهدين يعني في البداية كده حابين نعرف منك كواليس انضمام صلاح للمنتخب وحرصوا على الانضمام بدري بصي ما فيش حد يزايد على حب محمد صلاح لمصر بصفة عامة وللمنتخب الراجل كان من المفترض تبكى للأجندة الدولية وتبكى لأجاستو اللي اتأخذت من ليفر بول انه ويرجع مفترض بكرة 3 يونيو لا الراجل بالعكس خلص أجاستو السريعة ورجع يوم 1-6 منضبط ملتزم زي زي اي لعيب في الهيكل بتاع المنتخب الاغيان بتعمل هو كابت الفريق الراجل يعني كل الامور وكل الاشعاعات اللي تلعت الفترة فاتت بقولها اشعاعات بمعنى الكلمة المشاكل بينه بالكابتون حسام لا ملاش اي اساس بالصحة تماما قصة كلها بس زي ما اصداد المشاهدين عارفين يعني كابتون حسام من المدربين الاسكية جدا جدا ومصلحته ان الامور تبقى ماشية بين سيابية وبهدوء بدون اي مشاكل عشان خطر ده يقود بالاجابة على المنتخب بصر خصوصا محمد صراح من اللعيبة يعني يعتبر من اعظم خمس عيبة على مستوى العالم فبالتالي مش قلك ليه معاملة خاصة لكن هون القصة مفيش حاجة حصلت اصلا عشان يحصل شد وجذب الاعلام صدر امور كتيرة للأسف الشديد والسوشال ميديا يمكن فترة البسيطة اللي كابتون حسام حسن قبل ما تولى الكلاده الفنية كانت تصرحات مش تصرحات كانت اراء شخصية متعلقة بالتحليل والفني لكن متعلقة بالمشهد فقط لكن مش حكمه مطلق على العيب لا سمح الله بدالين ان الراجل بالعكس ان برح شوفنا الصور كلها على السوشال ميديا في اطار الاحترام و اطار الود و اطار الاخوة و كابتن حسام طبعا اسطورة كلنا نحبه منعشاءه و محمد صلاح طبعا حالين هو يعني اسطورة مش في مصر بقى العالم كلها صحيح محمد صلاح عارف كويس قوي مين هو اه طبعا و كابتن حسام عارف كويس جدا مين هو محمد صلاح يعني اتنين اسطير صحيح اصطورة يعني مستمرة على المدى البعيد و على المدى الفترة اللي فاتت كلها واحد صغريب نحب كابتن حسام حسن وأنا واحد من الناس كنت أشوف أجري أتصور معاه وهو كابتن إبراهيم أسطورة وأيكونة أين كان بقى أهلاوي أو زمال كاو أين كان حتى في الفترة البسيطة اللي راح فيها الفرق قبل معتزها سواء اتحاد أو مصري والأخير كلنا محب كابتن حسام حسن إبراهيم حسن صحيح من رموز الكرة المصرية كابتن حسام وكابتن محمد صلاح أسطورة من أسطير هو كابتن إبراهيم كل الدعم وكل المسهندة بإذن الله إن شاء الله لمنتخب مصر في المطش إن شاء الله القادم من خميس أمام بوركي نفسه وفي غينيا إن شاء الله الأسبوع الجاي ونوصل كسر العالم بدري بدري إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يعني